اللي هيحرك كمان أعضاء النادي الأهلي أكتر من كل مزايا ده هم أصلا الأهلي لما بيستشعر الخطر بناديه وللمستقبل دايما بيكون قائد وقاطرة زي ما حدك تفضل يعني كون على ثقة وأنا على ثقة أنه يعني أعضاء النادي الأهلي سيتوجهون يعني في نقول إيه أفواجا إلى مقر النادي يوم الجمعة 28 سبتمبر ليستكملوا هذه الملحمة اللي بدأت من يوم 12 أغسطس بطرحها للحوار المجتمع وقدموا الحقيقة نموذج عظيم ويحتزى للشعب المصري مع طمأنتهم أن أي قصور غير مقصود حصل من إدارات النادي قبل كده في حيث الزحام اللي بيحصل في الجماعات العومية إن شاء الله لن يتقرر الإدارة التنفيذية عندنا في النادي الشغالة على قدم من وصفة 24 ساعة للتحضير للجماعات العومية إنها تكون يوم احتفالية بدون أي زحام إن شاء الله بحيث أن العدو إن شاء الله فعلا نتحقق كده من أول ما يدخل الخيم أو المكان اللي هيوقت فيه الجماعية على طول في سبع دقائق الإدارة التنفيذية كلها بقيادة العميد محمد مرجان ليله ونهار شغالين على الكلام ده يومين دوت صحيح يعني التعليمات كابتن محمود الخطيب في الكلام ده أنه هو مش عايزين حتى بدأنا في الحاجات اللي هي متعلقة بالجراشات واللكن العربيات وصولة الإنتراج والزبط إن شاء الله وهنعرض التفاصيل إن شاء الله الإسبوع اللي جاي لمشاهدين الكرام والأعضاء النادي الأهلي من خلال اللقاء مع المدير التنفيذي العميد محمد مرجان شكرا